اشتركوا في القناة انه يهجر ولكن سبحان الله كان غادي تلقى مع واحد جوج ديال الشباب در اوتوستوب وتلقى مع الشباب اللي كان عندهم حتى هم ذاك الهاجس ديال الهجرة ولكن استدعوا انهم يتغلبوا على ذاك الهاجس والذيك الفكرة ودروا واحد المقاولات والحمد لله نجحوا لذلك طلعوها في الطنوب معهم باش يحاولوا انهم يحيدوا لذيك الفكرة وفعلا بس معهمش في الاول ومشاو شاف وللأسف يعني فاش وصل البلاسة ديال العبور قدام البحر القوح الجوتت مليوحات ما يعني وعدل على ذاك الفكرة دياله ورجع والحمد لله يعني حسن الوضع دياله وصبحته هو يعني صاحب مقاولات بالنسبة للاغنية يعني هي كانت فكرة ديال مجموعة ديال ديال الفنانات كان من بينهم الفنان ميمون صغير وكذلك الفنان محمد بن المختار موزع هذي الاغنية والمخرج ديالها وهو صاحب شركة فونيكس ريكوردز الفكرة كنا هنا في ستوديو طرحنا الفكرة يعني هذي ازيد من شهرين او ثلاث اشهور ولكن كنا يعني نطرددو مرة نغنيوها لما نديروها شبدل فيها دير هذي دير هذي وسبح الله يعني فاش خرجة الاغنية للأسف تزامنت معاديك الفجيعة اللي وقعت هنا في مدينة وجداء والفجيه الشرقية ديال الضحايا يعني قوارب الموت والحمد لله يعني خرجة الاغنية واستحسنها لجمهور يعني لا في الكلمة ولا في اللحن ولا في الاداء ولا في الاخراج ولا في التصوير ولا والحمد لله ونتمنى وانا من المتتبع الكريم يزيد يعاوننا بالبرطاج ويكون واحد يعني النشر على نطق واسع ونتمنى وتوفيق للجميع وشكرا لكم السلام عليكم معاكم الفنان ميمون صغير بغينا شكرا جمهور ديالنا اللي تفاعل مع الاغنية في الوقاء صراحة ان ديو جا هو جا صدفة الغنية كان تواجدة وكنا كان كتبها السيمو حمد كريم وكلم الحنها وكلم نقول واحد كاتفة اللي حن تشانجا قلنا نقلبوه على السيل الشي سيل اللي جديد ويعني اللي جام يغنيتو هذي كيار سيمو حمد كريم قلنا اللي حن هو وسيمو حمد بالمختار نشكرهم ديو كي صرالو يعني جا صدفة كنا نسجلوه كنا ندخلو هذي كيار رحنا نغني اللي ترك الزوج ما بغاش يخرج لغالب لك عارف ديفوة بنها دم يتخربك جا سيمو حمد كريم يعني هذر عفوي قال لي يودي لما ركش بيان يخلي تلك الغدوة ان شاء الله وكمل قال لي غاد نسجل لك واحد المورصو وديرو فليكيت سجلو ديرو فليكيت وسيل الدار سماعو بيان قد دارو هذي كيار هذي كيار هالور كي سجل سيمو حمد كريم أنا أعجبتني أعجب أنا كعارف محمد كريم لا داعي يعني ما نش نمد حوله نقول غير صراحة تلقو الغنياف كان نسمعو أنا أعجبني لحال قلت له محمد بوك وابا ما نديروها جديد ما نخدموها جديد قال لي ونقلت له نقلت له ما كان زعم بحكم كان حابس كريم كان حابس كان حابس الغناء كان يكتبوا يلحن جاءت الفكرة الحمد لله يعني كما نقوله قبلينينا وتعمل سلام عليكم معكم عثمان من يوم ومتي الفيديو كليب فلوكا اللي هي من الغناء شاب ميمون صغير ومحمد كريم بتنفيذ الإنتاج فونيكس ريكوردز محمد بن مختار فبعد ما رجعت من توركيا اللي كانت تغربت ملمودة ما يزيد على ثلاث شهر تلقيت الدعوة من عندهم ففرحت بزاف وعجبتني الفكرة باش أنني نتل معهم فادلا فيديو كليب هذا اللي شخص دور معاناة متع المهاجرين السيريين فعجبني بزاف لحال فاش كنا كنصورو ضيف واب كينا بعد مراج ضحكنا بعد مراج حيش فغير من اللقاطات كانوا مؤترين بزاف بزاف حيش صورنا بزاف متع المشاهد لكن في المونتاج خدينا غير اللي 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 فكنشكرهم بزاف بزاف بعد وشارف كبير بشأننا نشارك معاهم فالعامل هذا فشكرا لكم بزاف ومتمنى الفيديو كليب فلوكا اننا يلقى واحد الاحسان للجمهور الكريم واننا نكون وصلنا واحد الميصاج حيش فغير ما وطعبنا فالعامل هذا دفوا كنا كانت قوتل الربعان تاع الصباح خمس تاع الصباح كان صورا واتناء التصوير نتاعنا في السعيدية كنا دخلنا نوم يمون في ديك البرد دخلنا في الماء داخل عمنا فخاكل البرد وهذا لكن الاحساب المشهد كان ضروري خاصنا اننا ندخله وسط الماء فهد شي كامل وكيدوز ما شي مشكل فالأساس متعنا اننا نمشطو هذا الميصاج هذا واننا نبين المعاناة متع المهاجرين فاكن شكرهم بزاف بزاف وشكرا من البرفاندكات على استضافة السلام عليكم متتبعين كرام من البرفاندكات معكم محمد بالمختار موزع موسيقي ومخرج اليوم جنا نهضر لكم على الفيديو كليب فلوكا اللي صراحة فتجفح الظروف زوين وممطنعة في نفس الوقت صعبة شي شوية نظرا الظروف اللي كيمر بها المغرب بكوفيد 19 كان جاء عندي سيميمون وهو سيمحمد كريم جاء عندي استوديو وطرحوا عندي الفكرة دي الفلوكا اللي صراحة عجبتني عجبني موضوع موضوع انت على الوقت بدنا في التوزيع بدنا في التوزيع خدمنا الفكرة وقفنا شحال مرة كنا نوقفو شحال مرة كان واحد لإحباط شي شوية ولكن تغلبنا عليه وبانت لنا الفكرة اللي في اللي كان غدي يغني ميمون صغير بوحده هو اللي كان غدي يغني الأغنية مرة ها يعني جاءتنا الفكرة دي لأنه يدير دي ومع السيم محمد كريم علش الله كان دي ورائع صراحة أنا عجبني الغناء دي لهم وعجبني يعني وزعت الأغنية بوحد الفرحة يعني فرحة يعني أنك قطعة موسيقية زوين أنها غلي توزعها وتبدع فيها درنا الميكساج الأغنية ماستير بقاتلنا الفكرة دي الفيديو كليب اللي كان تصوير دي وطورناج دي لكان في مدينة وجدة صورنا في السعيدية في كاب دولو مش نحت لنظر باش نصوره كان خصنا ورقة التنقل وقيتنا بزاف دي العراقيل في التصوير كان نصوره مثلا نتبغي تصوير غير في البوغ ولا هذا ولا ما يخلي ونصوره كان وقفو التصوير ونصوره في بلايز وخرين كان مخترا كان وثلاث ثلاث آربع آربع صباح صورنا دي المدة دي الوحد سيمان وحد سبعيان متتالية دي التصوير والاغنية كاملة كان فيها يعني مدة دي لها بتوزيع موسيقية بالميكساج بالتوغناج بالمونتاج انت على فيديو كان وحد ثلاث شهور دي الخدمة صراحة انتعبنا عليها آآ والحمد لله كان تمنى يعني تكون وصلت الرسالة للجمهور الكريم الرسالة اللي نوجه للشباب المغربي عامة والشباب الوجدي خاصة هو ما تلقيوش بالنفسكم لتهلوك آآ الانسان يحاول يدبر على القوت دياله لما يحرق والديه ولا احبابه ولا الناس اللي يبغيوه قبل ما تفكر انك تمشي في قبار بالموت تفكر بان عندك ناس يبغيوك وناس اللي عزيز عليهم انت وناس اللي الخسارة ديالك كتسبب لهم واحد الازمة نفسية وتسبب لهم واحد المعاناة يعني طول حياتهم لذلك ما تفكروش اخوتي تمشي في قهوار بالموت ركو تشوفوا الناس الفاجعة اللي وقعت يعني خيرة شباب منطقة الشرقية مشاء والله يرحمهم ويستعليهم نطلبهم الله يسهل على كل واحد قاعد لي في قلب شي حاجة ديال الخير الله يوفيها له ومرة اخرى اخوتي غيب القليل ودايم ولا كتير مقطوع الله يرحمكم الوليدين اخوتي وشكرا لكم بزاف وكنجدد تحية لقناة المنبر 24 كنشكرهم على هذا الاستضافة والسلام عليكم ورحمة الله ما تنسوش تابعونا في قناة اليوتوب جنا وفعلوا خاصية الجرس بشيبصلكم كل جديدة ترشام الفيديو